ينقضي عام آخر من عمر المأساة اليمنية حافلاً بالانتهاكات والقمع والترهيب والنزوح تضاعفت أرقام الضحايا قتلاً واختطافاً ونزوحاً واتسعت معها مساحة الوجع وتفاقمة المعاناة وسط مناخ سائد للإفلات من العقاب وفي غياب أي مساءلة ميليشيا الحوثي كعادتها تتصدر قائمة منتهيكي حقوق الإنسان في البلاد تتخذ المجتمعات رهينة ويعيش السكان في مناطق سيطرتها مكشوفي الظاهر لا قانون يحميهم ولا مؤسسات دولة يمكنهم اللجوء إليها إنهم ضحايا مزاج مشرفي الجماعة القادمين من أقبية التعبئة الطائفية المشرفين الذين لا يرون الناس سوى أعداء بالفطرة عشرة آلاف طفل قتلوا منذ انقلاب ميليشيا الحوثي من أصل نحو 377 ألفا قضوا بشكل مباشر وغير مباشر جراء الحرب وفقا لتقديرات الأمم المتحدة تقرير يمني صادر عن لجة التحقيق الحكومية المدعومة من الأمم المتحدة كشف عن تصدر ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين باليمن بمعدل ثلاثة آلاف انتهاك خلال العام المنصر شملت أربعين نمطا من الانتهاكات أكثرها دموية قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء ووفق التقرير فإن 3624 واقعة انتهاك أسفلت عن سقوط 4642 ضحية بينها 849 قتيلا و1386 جريحا زرعت ميليشيا الحوثي خلال العام المنصر 130 لغما فرديا على الأقل نتج عنها 61 قتيلا بينهم 11 طفلا وثمان نساء كما سقط 89 جريحا بينهم 17 طفلا وست نساء نهيك عن تجنيد 132 طفلا 334 ضحية قتلوا جراء التعذيب أو بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون أو توفوا بعض الإفراج عنهم متأثرين بالتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد لميليشيا الحوثي النصيب الأوفر من هذه الجرائم يواقع 205 حالات وفقا لمنظمة رايتس رادار غير الحكومية أما عن معاناة النزوح فقد أدت العمليات العسكرية لميليشيا الحوثي على محافظة مأرب التي تؤوي أكبر عدد من النازحين في اليمن إلى زيادة المعاناة في وقت قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أربعة ملايين شخص نزحوا جراء الاشتباكات 83% منهم من النساء والأطفال استهداف المدنيين والمنشآت المدنية فضلا عن الضربات العشوائية من قبل مختلف الفاعلين هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور تلك آخر مواقف المجتمع الدولي عبر عنها المبوض الأممي هانس جروندبرغ في آخر بيان له وفي حين يتوعد المسؤول الأممي بأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان في اليمن لا يمكن أن تمر دون مساءلة يبرز السؤال الأهم كيف يمكن تحقيق المساءلة إذا كانت آلية التحقيق الدولي الوحيدة المعنية باليمن قد ألغيت بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نفسها ترجمة نانسي قنقر